معنا من اسطنبول الكاتب والبحث السياسي طاها عودة أغلو مساء الخير سيد طاها عودة أغلو ما حاجة تركيا بهذه العملية البرية وكان وزير الدفاع قبل أيام قليلة يعلن بأن أهداف العملية الجوية تحققت بكاملها تحياتي لك في بداية سيدة فضيلة والأستاذة المشاهدين يعني تعلمين دائما العمليات الجوية تتباح عمليات هناك برية وخاصة كما تعلمين أيضا بأن رئيسة تركيا رجب طيب أردوغان منذ أشهر يهدد بإطلاق عملية برية واسعة في الشمال السوري التفجير الأخير الذي وقع في بداية اسطنبول الأسبوع قبل الماضي هو كان الفرصة المناسبة إن صح التعبير بالنسبة للجانب التركي للقيام بهذه العملية وخاصة كما ذكرت قبل قليل الوسير أكار تحدث بأن العمليات الجوية حققت أهدافها ولكن وضع هناك بيان أو استراتيجية للخطوات التركية القادمة وهي في متعلق بتأمين الحدود في متعلق بعدم دخول إرهابيين إلى الأراضي التركية وأيضا في متعلق بالمنطقة الآمنة لاحظنا بعد الهجمات أو الغارات الجوية هناك سقوط قزائف وصواريخ على الجانب التركي خلال اليومين الماضيين لذا لاحظنا التصريحات التركية جاءت من رأس الهرم وأقصد هنا من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تحدث قبل قليل عن أهداف هذه العملية وحدد بعض المناطق وهي عين العرب لماذا عين العرب؟ لأن منفذة التفجير انطلقت من عين العرب كما يقول هنا الجانب التركي خلال التحقيقات التي جرت مع منفذة تفجير اسطنبول أيضا خلال الفترة الأخيرة الماضية وأقصد قبل الغارات الجوية كان هناك فتح المجال الجوي الروسي والأمريكي للقوات أو الطائرات التركية بالقيام بعملية الجوية هذا يعني بأن الطرفين كانوا على علم أو دارية بهذه العملية الجوية ولكن العملية البرية أعتقد هذا هو السؤال المهم والضبابية ما زالت تخيم على المشهد خاصة عندما وضع الرئيس أردوان عنوان عريض وهو في الوقت المناسب ولكن ألا تعتقد بأن الضبابية ستكون عنوان الموقف التركي بعد الموقف الروسي وأيضا الأمريكي غير المشجعين والمرتحين لشن عملية برية يعني أنا بتصور أعتقد حاليا الأوراق التي تملكها أنقرة حاليا هي أبضل ما كانت عليه قبل أشهر نتحدث عن انشغال روسي بالحرب الروسية الأوكرانية هناك تخبط أمريكي بالملف الروسي وأيضا في الغياب نوعا ما على الساحة السورية لكن إلى حتى هذه اللحظة أنقرة تحاول تحقيق أهداف سيد عودة لا نتحدث عن مجرد رأي هناك موقف صدر من المفاوض الروسي أليكسندر لافرانتييف الذي طلب من تركيا الامتناع عن أي عملية أو هجوم بري عسكري في هذا التوقيت على سوريا بالتحديد صحيح 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 الموقف الروسي والموقف الأمريكي وحتى إذا تبعت خلال الساعة الخيرة الماضية كان هناك رسائل روسية فيما يتعلق بها التصعيد في معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية ولكن تركيا حاليا ما تريده وخاصة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تحقيق مكاسب بالدرجة الأولى لأن هناك ما أشرت لك فرصة كبيرة بالنسبة له بروسيا هي محتاجة بشكل كبير لتركيا أيضا الوضع الأمريكي وخاصة أن التصريحات التركية وتصريح أردوغان هو أكد من جديد بالمال ويتم التحديد الأمريكية ما زالت تواصل دعمها للإرهابيين وأقصد هنا قوات سوريا الديمقراطية التراجع عن العملية البرية لهذا الاحتمال القائم هل يخسر برأيك من ورائه أردوغان إذا وضعنا في الحسبان بأن عملية من هذا النوع كانت لها أهداف سياسية أيضا متعلقة بالانتخابات الرئاسية العام المقبل يعني أنا بتصور أعتقد ما يريده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليا هو التركيز على الوضع الداخلي العملية أو التفجير الأخير هو الهدف منه كان خلط الأوراق وهو ضرب السياحة ضرب الاقتصاد التركي الرئيس أردوغان يتصابق مع الزمن لإنعاش الاقتصاد قبل موعد الانتخابات القادمة ما يريده حاليا في الوقت الرئيس ويروده على الأقل يعني إذا لم تحطر عملية برية أن تكون هناك وعود أمريكية أو روسية بعدم أي تفجيرات أو بعدم هناك أي مناكفات من الجانب الكردي خاصة أن الرئيس أردوغان يحاول في الوقت الرئيس تحصين الجبل الخارجية قبل التفرغ بشكل كبير خلال الأشهر القيام المقبلة لإنتخابات شكراً خاصة أنه هو يحاول قدر على الإمكان الفوز في الانتخابات صيف العام المقبل شكراً لك طه عودة أغلوة الكاتب والبحث السياسي من اسطنبول اشتركوا في القناة